وبتحقيقه اللقب السابع في تاريخه أصبح فريق شباب الوزداد رابع أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة في الجزائر بعد كل من شبيبة القبائل بأربعة عشر لقب واتحاد العاصمة ووفاق سطيف بثمانية ألقاب وشباب الوزداد وملودية الجزائر بسبعة ألقاب وكان أول لقب في تاريخ أبناء العقيبة في تاريخ 1965 وأخر لقب سنة 2001 وبهذا يعود الشباب لمنصة التتويجات بعد موسم استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا